بفريق لقم مين المنافس المباشر للأهلي في المجموعة ومين المنافس المباشر للأهلي على البطول من وجهة نظرك بص بالنسبة للمجموعة بالنسبة للمجموعة إن شاء الله يعني هو الأهلي وفيتا كلاب هم الأقرب للتأهل لأن المريخ ليس في أفضل حالات الوقتية رغم أن المريخ ده خد كاسكوس قبل كده سنة 1989 رغم أنه وصل لنهائي الكونفيدرالية رغم أن المريخ كان موجود في نسخ كتيرة على مستوى المنافسة حتى لو كانت الكونفيدرالية في 2007 وصل نهائي يعني موجود في ساحة المنافسة دايما لكن مستوى دلوقتي لا يؤهله أنه لا يطلع ولا ينافس في قادم المسابقات يعني في دور التمية دم يعني أنه ضربة البداية بالنسبة لأهلي إلى حد ما هتكون سهلة نسبان خصوصاً أن المباراة تكون هنا في القاهرة الميزة عند الأهلي مستين أولاً أنه يلاعب فريق مش هو الفريق القمي في بلاده زي ما قلنا الثلاث فرق هما الثاني في المستوى بعد فريق بيفوز بالألقاب عنده أكتر في بلده لكن في حاجة تانية كمان تسلسل المباراة ده مهم جداً في مدربين ما يهموش يقع مع مين قد ما يهموا تسلسل المباراة الفرق مثلاً اللي جاية بادية موسم جديد يقولك أما أعف الأول كده أول ماتش مثلاً يقول الأهلي مع مازينبي ولا الزمالك مع سان داونز بتبقى الموقف صعب جداً بتلاقي صعب جداً أنك تواجه فريقتي إيه فأنا شايف أن تسلسل المباراة يخدم الآلي أول ماتش المريخ وفي القاهرة يبقى إذن إن شاء الله تلات نقاط تبقى سهل أن أنت توصل لي تاني ماتش بره ملعبك مع سيمبا وسيمبا بره ملعب الآلي الآلي يعني المواجهة الوحيدة يمكن خسر هناك اتنين واحد أو اتعادل وجي فاز اتنين واحد في القاهرة يعني ما يخسرش بره في ملعب سيمبا سيمبا مش من الفرق التقيل على ملعبها يعني ممكن الآلي يتجاوز وكمان ممكن يكسبه يجي الجولتين الثالثة والربعة مع فيتا هيكون الأول فيتا هنا الأول وفيتا بره يبقى إذن إنت الآلي بيلعب ماتشين من الثلاثة اللي في الدور الأول في ملعبه وسهل إن هو ياخد منه من ست نقاط والعودة حتى حيلعب مع فيتا الأول بره ملعبه وبعدين مع المريخ بره في سودان وآخر ينهي في القاهرة يبقى حيبتدي في القاهرة وينهي في القاهرة يبقى إذن دي كلها عوامل بتخلي النادي الآلي مرشح للفوز ترجمة نانسي قنقر